هنا وصلنا للنقطة التالتة في الوحدة الرابعة وهي مشتقة الدوال الضمنية في الأول لازم أعرف يعني إيه دالة ضمنية الدالة الضمنية هي اللي ما أقدرش أجيب الواي بدلات الـ x الدالة الضمنية هي اللي ما أقدرش لا يمكن فصل المتغير وي في طرف والطرف الثاني ما يكونش فيه غير x بس xx تربية أي حاجة في x فدي بسميها دالة ضمنية implicit function عشان أجيب مشتقة دي واي باي دي اكس بعمل بسيب الوضع كما هو عليه بالضبط لكن أمسك كل حد واشتاقه وامسك كل حد واشتاقه حسب قواعد الاشتاق اللي اخنا اخدناها قبل كده لكن أبقى واخد بالي لما جاشتاق حد في وي يبقى لازم بعد ما اشتاقق امضرب في دي واي على مين على دي اكس يعني مثلا لو عندي وي تكعيب مشتاقتها بكام تلاتة وي تربية في دي واي على دي اكس ليه لأنها مش اكس يعني لو كانت اكس تكعيب مشتقة هتبقى تاني لو الاكس تكعيب مشتقة هتبقى تلاتة اكس تربيع طب واي تكعيب هيبقى تلاتة واي تربيع بس اضرب في دي واي على دي مين دي اكس لكل حد من حدود بعد كده اجمع دي واي على دي اكس لحالة في طرف يبقى انا كده ايه حصلت عليها نشوف امثلة على الكلام ده المثال الاول اهو اكس زائد اتنين واي لكل تربيع زائد اتنين اكس واي تربيع تسوي كام ستة دي ما اقدرش يا جماعة اجيب واي لوحدها كده اللي في مين كده اللي في اكس لا ما ينفعش طب اعمل ايه بقى همس بكل حد واشتقه نشوف مع بعض كده الحد ده ده قوس اضرب مشتقة القوس ان انا ننزل الاثنين دي تحت واطرح منه واحد بقوس واحد في مشتقة ما بداخل القوس الاكس مشتقتها بواحد طب الاثنين واي مشتقتها باثنين لكن هي عشان واي فاضرب في دي واي على دي اكس زائد ها ده حاصل ضرب دلتين حخلي الاثنين اكس دي تعتبر دلة والوي تربيع دل نشوف مع بعض كده فحاولي الاول Linua 2 اكس في مشتقة الثاني الوي تربيع مشتقتها باثنين واي تتضرب في اثنين اكس تخليها اكس واي وعلشان هي واي فلازم اضرب في دي واي على اكس زائد الثاني اللي هو واي تربيع في مشتقة الاول اللي هو اثنين فتيبقى اثنين واي تربيع طب الستة مشتقتها كام? صفر افيك الاثنين لو مضربون في بعض دول? الاثنين لما تخش غوة تخلي الاثنين 2x وتخلي 2y باربعة واش. القز ده هيتضرب مرة في الواحد اللي هو ده. ويتضرب مرة في المقدار ده. فتبقى ل 2 في 2 باربعة اكس. 2 في 2 في 2 باربعة واش. مضروف مين? في dy على dx. طيب هنا تنزل زي ما هي. 2y تربيع تنزل زي ما هي تصوص صفر. هلاقي الحد ده في dy على dx. والحد ده في dy على dx. تعالي ناخده مشترك. لما خدته مشترك اتفضلي من هنا اربعة اكس اللي هي دي. اتفضلي من هنا تمانية واي اللي هي دي. اتفضلي من هنا اربعة اكس واي اللي هي دي. خدتها مشترك في dy على dx. من الحد لسه عندي ده. يروح الناحية التانية بسالب. وهنا اتنين واي تربيع تروح الناحية التانية بايه? بسالب. فخدت السالب مشترك يتفضلي اتنين اكس من هنا واربع واي وهنا اتنين واي تربيه. طب عايز دي واحد اكس يبقى قسم الطرفين على معامل دي واي على دي اكس. اذا دي واحد اكس هتساوي. الطرف اليمين اهو. اتنين اكس زائد ست واي زائد واي تربيه. لا دي مفروض اربع. على الطرف ده اللي هو اربع اكس زائد اربع اكس واي زائد تمانية واي. ماشي كده? يبقى هتساوي. لو انا خدت اتنين مشترك من فوق واثنين مشترك من تحت. لما اخد اتنين مشترك يبقى اتفضل لي واحد. لما اخد اتنين مشترك يبقى هنا اتنين. لما اخد اتنين مشترك قوي تربيه. وتحت لما اخد اتنين مشترك هيبقى هنا اتنين. هنا اتنين هنا اربع. ارجع عقد كمان اتنين مشترك يتفضل لي هنا واحد واحد اتنين. ويبقى التالي دي واعد اكس بالشكل اللي قدامنا ده. مثال التالت جزر اكس زائد جزر واي تساوي واحد. هنا أنا أقدر أجيب Y لحالها في طرف لكن هيبقى شكلها إيه جزر Y تساوي 1 ناقص جزر X لما ربعت طرفين يبقى ال Y بتساوي 1 ناقص جزر X لكل تربيع فقدرت أجيب ال Y لحالها لكن أنا هتعامل عنها هدل ضمنية ونشوف ده معناها X قص مص زائد Y قص مص تساوي 1 تعالوا نشتاق دي خدت من المسال رقم 3 أن الجزر مشتقطه 1 على 2 الجزر طيب ده 1 على 2 الجزر بس عشان هي Y فبضرب في D Y على D X الواحد مشتقطه بكام بصفر يؤدي إيه له أخلي ده هنا زي ما هو وأدي ده الطرف التاني يبقى 1 على 2 جزر Y D Y على D X تساوي ناقص لأنها راحت بإشارة مخالفة 1 على 2 جزر أنا ممكن أشير الاتنين دي مع الاتنين دي نشوف واضرب في D Y لما اضرب هنا في D Y تروح بتبقى الناقص اللي هي كانت D جزر Y على جزر X ناخد مثال أخير X في Y زائد Y تربيع تساوي ثلاثة دي يا شباب ما قدرش أجيب Y لحالها في طرف فهتعامل معها كأنها دلة ضمنية فيبقى هنا الأول في مشتقط الثاني الواي مشتقطها بواحد في D Y على D X زائد الثاني اللي هو Y في مشتقط ال X بواحد زائد الواي تربيع مشتقطها تققى باتنين Y لكن هي عشان هي Y أضرب في D وعد X وتساوي الثلاثة المشتقطها بكام بصفر في هنا D Y على D X وفي هنا D Y على D X لما أخذها مشترك يتفضل من هنا X وتفضل من هنا من ياتين A واش الواي دي أوديها الطرف التاني بإشارة مخالفة تبقى سالب واش أقسم على معامل D وعد X يبقى المشتقة بتاعتي بتساوي سالب Y على X زائد 2Y لكل تربيع عايز أقول لك على حاجة تاخد بالك منها أن D وعد X الطرف التاني ده غالبا هيحتوي على الـ X ويحتوي على مين على الـ Y وهيسيبها زي ما هي كده ما أقدرش أعوض عن الـ Y بذائة الـ X لأن مقدة من الأصل لو كنت أقدر أجيب الـ Y بذائة الـ X كنت أعملتها مشتقة عادية خالص ترجمة نانسي قنقر